اهلا بكم عزيزي طلبة وطالبات السنوية العامة مع حلقة المراجعة النهائية ومراجعة الفيزياء وان شاء الله باذن الله نتوقع باذن الله امتحيا في متناول الجميع ان شاء الله مفيش قلق مفيش خوف ولكن في المراجعة النهائية انا قلت لكم قبل كده في حلقة سابقة ياريت حضرتك بعد ما تخلص حل امتحانات وتقريبا معظمنا عارف ازاي بيحل امتحان عشان تحل امتحان في زمن صغير لامتحانات السنين السابقة يعني كلكم عارفين بيجيبوا امتحانات منين واجابتها قدامك مش قدامك يعني بتنقل منها لأ معلش اه انا بطول عليك اه لحظة بسيطة كده السؤال اه اللي حضرتك متأكد من ان اجابته بنسبة كبيرة قوي مية في المية اه في الوقت الحالي مع الزمن اللي انت امحتاجه ده اه هاتل اسئلة اللي انت مش متطمن لها بنسبة مية في المية وتمسك القلم وتحاول تجاوبه وبعدين تشوف اجابته اول بول اجابته تلقيت زي ما انت مطلحها مضمون اقلب السؤال اللي بعده السؤال مش عارفه بص اجابته شوف وهكذا مش عارفه عرفت اجابه جاوبته ولاقيته هو هو كان بيها اه اعتقد انت تقدر في الوقت الحالي تقدر تجاوب اه بوكلت كامل على الفيزياء على خمس فصول طبعا المعدلين في زمن ممكن يكون اه يعني اه سامحني في اللي بقوله انت مش هتحل كل الاسئلة وانت مش كل الاسئلة انت مش عارفها ممكن تقوم معاك ساعة ونصف ساعتين يبقى في عشر ساعات ممكن نعمل خمس امتحانات خبرة جميلة في الوقت الداية ده وبعد كده ان شاء الله هننسي كتاب الوزارة بالعين او بالقلم ورصاص مع نفسك كده شوف الاصل اللي هو اصل المنهج اللي طالع منه تفرعات الاسئلة والمسائل والرسم بياني ومحانات الاسئلة اللي هتجدنا متوقعة هكلمك وبصراحة كده يعني ستين درجة هتلاقي منهم حوية تلاتين اربعين درجة او خمسة واربعين درجة في متناول كل الطلبة انت مش منتظر ان انا اقول لك ايه اه اعرف وما معنى لان كل دايه بالقانون وهنشوف دلوقتي اه اعلل او فسر وان شاء الله طبعا مش كتير يعني وبرضو بالقانون كل ما امكان ذلك اه ماذا يحدث ما النتائج المترتبة والمسائل طبعا كل ده معظم الامتحان بيتوقف على القانون قدامك طيب اه انا هكلمك اولا كده اه عن الفصول الخامسة في متناول للمراجعة الاسئلة اللي احنا ممكن نقول ايه مسلا اسئلة المتداول مسلا لما يجي يقول لي ماذا يحدث عندما يتضاعف شد الطيار والمكاومة في دايرة بنسبة لكدرة ماذا يحدث عندما يتضاعف شد الطيار في المكاومة والمكاومة يتضاعف الاتنين في نايرة بالنسبة للقدرة هروح اجاوب السؤال ده ازاي بسرعة طبعا هنقول بالقانون زي ما انا قلت من شوية الباور بيساوي اي تربيع في ار هو قلي يتضاعف في الطيار تم تعمل ايه الاي ده هتحطه جواها هنا اتنين اي وتربع زي ما انت وتضرب في الار اللي زادت للضعف وتقول الباور بقت كام لما معي اتنين تربيع بقت اربعة واتنين اتنين فاربعة بتمانية يبقى الباور تزداد قد ايه تزداد الباور اللي هي الكدرة ثمانية اضعف اهي تمان مرات تمانية مرة شكرا نجاوب سؤال غير وبيقول لي ايه ماذا يحدث عندما ينعدم مرور طيار في دايرة بالنسبة لعية الفوتاميتر المتصف بكتباية البعض اولا تاني نكتب السؤال مع بعض ماذا يحدث ماذا يحدث امتى لما ينعدم مرور طيار يعني ايه نعدم مرور طيار انعدام مرور الطيار يعني اي بيساوي زيرو هو عايز ايه 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 لاتة الفوتاميتر المتصف بكتباية المصدر كراءة فوتاميتر متصف بكتباية المصدر يعني المصدر طبعا انت فايا اروح فينا عشان اجاب السؤال ده قانون قوم لدارة المغلقة في بي ساوي في بي ناقص اي الرسمور كلنا عارفينه سليم جميل كمية انعدم الطيار يعني صفر في ار يبقى في بي بتساوي في يبقى الاتة الفوتاميتر اهي دي قراءة الجهاز الفوتاميتر المتوسط بالمصدر اهو المصدر اهو زادوا اللي قال يبقى الاجابة هنقول له تزداد الكراءة تزداد كراءة الفوتاميتر تمام كده مزبوط تعالي في سؤال برضو يقول لك ايه مثلا ما هي العوامل يتوقف عليها فرق الجهد من كدبي العمود الكراءة ما هي العوامل التي يتوقف عليها يتوقف عليها مين بقى فرق الجهد بين كدبي العمود بين كدبي العمود هو مش دا ليس سأيله عنهم شوية بي بي نايس اي ار بشكل لك واقول لك يتوقف على حاجة واحدة مين هنا هو الفي بي ده شكوة ده في البطارية يعني ثابت انت اشتريت البطارية ثابتة من مصنعها مكتوب عليها اتنين فولت عشر فولت مليون فولت انا ليش زعوة المقاومة الداخلية للمصدر ثابت هي كمان ده ثابت وده ثابت يبقى العلاقة على المتغير الوحيد يبقى فيه هنا يتناسب مع الطيار عشان اشارة السالب يتناسب عكسيا انا جيبت ده من ايه من قانون قومي الدالة المعلاقة يبقى الاهم يتوقف عليها حاجة واحدة شدت الطيار بتسحب الطيار ولا متسحبش زودت الطيار ولا قللت الطيار ومين بيزود الطيار المقاومة المتغيرة دي دوايا معروفة كلنا هنشوف شبهتين ما هي العوامل بتاعة كفاءة البطارية كفاءة البطارية تتوقف عليه يعني كفاءة كفاءة اي جهاز موتفقين سوا هي بتبدي ايه دي نسبة تديني فيه والمفروض تديني فيه بيه بمعنى كفاءة البطارية كفاءة البطارية اهي البطارية بتساوي نسبة بين فريقود اللي من قانون على البي بي فك اكتب كده في هي في وبرعا في بي نايس اي ار على في بي بس دارة ده مش كده ممكن نفك ده انا عارف هتقولي ايه في بي نايس اي ار اللي هي الفي بتساوي اي ار كابتل على في بي اللي هي مين في بي بقى كودة بتاعة البطارية تتبعنا عليها اه في بي هنا اللي هي المفروض نقول اه لما اقسم ده على البي بي هي ديني على طول كفاءة البطارية بتساوي نسبة ال 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 على ال قر كفاءة البطارية دي تزيد كلما ار قلت علاقة عكسية طيب اما يجي يقولي اكتب ميسوعين ميل جايز وارد يقولي ايه يديك ميل زي ده بصوا معي كده هنا power هنا مثلا اي وهيدي لك اسمة زي دي كده ويقول لك اكتب ما يسويه الميل ما يسويه الميل ما كتبت العلاقة الرياضية كتابة العلاقة الرياضية كتابة العلاقة الرياضية يعني اين العلاقة الرياضية كده طلب طلبين نركز هجاوب سؤال ولا سؤالين اتنين يبقى ما تشوفش بداية الجملة وتسترع يجب ان ترى السؤال كله عشان هنا فيه فاصل عايز ده وعايز ده على طول اوتوماتيك هنا اللي هو الميل هيسوي نحو الرياضيات فيه power نحو الرياضيات فيه مين اي حيطة دي اسمها الميل فين ما يسويه الميل اي يبقى يسوي بص كلنا شطار كلنا فهمين كلنا عارفين بس ما نقلطش وما نتسرعش بلاش المتسرعين فك لي الباور من فضلك وقول لي الباور ده بيساوي ايه بيساوي انا عارف وانت عارف اي تربيع في ار على مين على اي يبقى انت عطير ار اي اسف مع التربيع طلعت معك اللي باقي ايه اي ار مش كده عليا يبقى الحيطة دي اسمها ايه ما يساويه الميل طب كلمة اي ار معروفة بالنسبة لنا اسمها فرق الجهد يبقى المنحنة ده ميله الميل يساوي الجهد فيه تلت طرق اربع طرق طرق كتيرة كل طالب يجواه بطريقته باور بيساوي في اي يبقى الميل عبارة عن باور على اي انا مش بعيد اجابة شؤال انا بيوريك ازاي انت تعتمد عن نفسك في اجابة الشؤال وانت في البيت او في اللجنة باور على اي بيساوي في ده اللي انا جبته هنا وده اللي انا جبته هنا ادي الحل والحل الاخر اما العلاقة حضرتك عارف هتقول اي فين العلاقة بتاعتنا باور على اي بيساوي في يعني في في بيساوي باور طالب تاني كتب باور بيساوي اي تربية في ار هل ده صح اللي اتنين صح اجابة مظبوطة مفرمية احنا بتشوف ازاي بنجاوب الاسئلة مع بعض كده لما ييجي يقول لي احسب الطاقة الحرية بيقول لي فيه سؤال كده احسب الطاقة الحرية انت تترجم انا هقول لك السؤال فيه احسب الطاقة الحرية المتولدة في سخان بيعمل لمدة دقتين على فرق جود ستين فولت ومقاومته اربعة وثمانية اوم خلي بالك كده شفنا السؤال هترجم السؤال معي وتكتب كده مع بعض احسب الطاقة الحرية هي الطاقة دي من الشغل طبعا هو عايز الشغل ال W بيساوي علامة الاستفاهم انا الطالب هوريك انت تتعامل ازاي متقول لك بسخان بيعمل لمدة دقتين هي دقتين دي مش طايم تي بتساوي دقتين يعني اتنين حول في ستين عشان يطلع مية وعشرين سانية اكتب السانية معلش فرق جود يعني V بيساوي ستين فولت جميل المقاومة كام بيقول لي اربعة فاصل تمانية اوم طب هو عايزي الشغل مع بعض كده الحل هاتلي قانون كده كلكوا عارفينه الشغل اللي بيساوي بكزا طريقة V تربية على R مضروف في الطايم V تربية يعني مين ستين وتربعة تضرب في الطايم اللي انت جايبه مية وعشرين على المقاومة اللي قال لي عليها أربعة فاصل تمانية على الألة الحاسبة الشغل ده يطلع معاك كان يطلع معاك زي ما يطلع اللي قال تقول مثلا تسعة في عشرة قصة أربعة لازم تكتب لي الوحدة ده شغل يبقى جول متنساش حكاية الوحدات طيب تعالي نشوف كده برضو حاجة كده سريعة عن كيرشوف لما ييجي يقول لي ايه في الشكل زي ده يقول لي احسب قيمة I1 و2 و3 من الشكل الموضح هو هنا حاطت ايه في الرسمة هنا قدامك كده الرسمة دي هتقومة موجودة معاك مثلا مش بالضرورة هي طيب هو محدد زجاج تايرات I1 Y2 Y3 ولكن انت هتعمل ايه فضلك حاجة واحدة نقطع الرسمة الى جزئين جزء الاول لو البطارية كده ايه رأيك لو انا خدت المسار ده وسميه مسار اول خد المسار التاني بالطالب تأجيبك انا مش بحدد انا بقولك افر الطالب تاني عملها عكشو هنوصل لنفس النتيجة طيب هنا في القطعة التانية لما خب دي معايا بطارية الموجة بتاعها هنا في فوق اهو اريح لي وارياح لك امشي مع البطارية يبقى ده مسار تاني وهنتعلمل مع بعض ونشوف مسألة مش محتاج اللفه دوران هناخد من القانون الاول الرسمة دي انت مش محتاج تكتبها تاني البيانات اللي فيها محتاج بس اشوفها قدامك ونشتغل سوا اهي طيب من القانون الاول لكيرشوف مجموعة طيارات بتساوي سفر عنده نقطة في المسار المغلق بمعنى ارجع بس للرسمة كده ساعتك هتختار النقطة دي زميلك يختار النقطة دي انتعر بس تطمن الاول النقطة اللي بختارها فيها كل الطايرات الموجودة وجالبا ما يبقى تلت طايرات يعني تقريبا حرف التية محتقة الطايرات الموجودة في الرسمة كلها بنش لو انا اخترت النقطة اللي فوق وحددلك عليها بالرسمة او اي 1 داخل ولا خارج داخل يبقى اي 1 موجب اي 2 كان داخل يبقى موجب اي 2 اي 3 كان خارج يبقى سالب اي 3 خلي بالك انا بقول ايه داخل وخارج بص انا جبت الاجابة منين نقطة دي ايوان كان داخل على النقطة اي اتنين بالسهم اهو داخل على النقطة اهو لو واضح قدامك لو الكادر يجيب اهو سليم اهي اي تاية اهو الوخارج فالخارج ده عملت له اشارة سالبة ادي معادلة معادلة التانية همسك معاك قطعة قطعة مصار مصار نشتغل مع بعض المصار ده خب بييدك كده انت بتشعر على مصار واحد بس طيب في بطارية واحدة بس امشي معايا كده مفيش بطارية تانية طب البطارية دي كوة الدفعة بتاعتها بترمي كده من الموجل السالب ده كمية متاجعة والمصار وهو ماشي شغال معاها ولا لا اهو 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 شغال معاها تمام كده يبلاتين مع بعض القانون كيرشوفي التاني بيقول ايه اجمع البطارات في خانة مثلا الطرف الايمن انا عندي عشرة فولت في غيرهم مفيش والعشرة فولت ماشية مع تجان مصار يبقى تاخد شرط الموجب بتساولي اه القطعة اللي انا بتكلم عليها فيها كم طيار اي وان واي سي ري اهو اي سي ري اهو يبقى اي اتنين مش موجودة المرة دي يبقى تعمل ايه مكان الاي اتنين ده حط صفر وانت متطمن وكانك مغمى دقين وفت حين هو الصفر ده يحتمل موجب اوسالب متفرقش معايا بس اي وان والله موجود اي وان واي سي ري موجود وارجع للقطعة واكمل معاك مش حلال واحدة بصوا يا ترى اي وان كان ماشي زي المسار ولا عكس المسار بصوا معايا كده اي وان ماشي كده ما اتساهم ده اهو اتساهم والمسار اللي ما يجي عنده زيه ولا عكسه زيه يعني موجب طب نسأل اي وان بدأ منين بدأ من هنا لحد فين لحد هنا طب فيه مقاومات او ما فيش مقاومات واضح انه ما فيش مقاومات انا بشتجل في مسألة معاك عشوائي يبقى اي وان دي مضروبة في صفر تطلع صفر انا ما لي زاد زاد ولا ناقص اي سي ري مع المسار زاد خمستاشر اي سي ري اهو يا فقره زاد خمستاشر اي سي ري بالله عليك المعدة دي كده واضح فيه حاجة مهمة قوي ايه مين مجبول اينا ما هو صفر في اي وان بصفر هو صفر يعني خمستاشر اي التالتة بتساوي عشرة يبقى اي تلاتة تساوي بيدا قريب عشرة خمستاشر يعني تلتين امبير كده كويس اي تلاتة عرفته طب ما تمسك القطعة التالتة التانية في قطعة التانية فيه مصار تاني متفقين عليه فيه كام فولت تلاتة فولت معه ولا ضد معه او مكتب كده معادلة خليها بلون تاني اهو المعادلة بتقول تلاتة بتساوي مع المصار اه مجب مين يمش موجود هنا بالطائرات اي وان مين لي معايا اي اتنين واي تلاتة اي وان مكانوا زيروا عفوا اي اتنين مع المصار ولا ضد المصار اي اتنين ماشي كده والمصار زي موجب اي اتنين ما عدي على كام قوم امسك اي اتنين من اول هنا هو ده الكطع بتاعته اللي بيعدي عليها بس عندي مقاومة اه عشرة قوم طبوس فيه مقاومة داخلية مفيش مفيش يبقى عشرة اي اتنين لسه ما جبتش سيرة اي تلاتة اي تلاتة معا ولا ضد اي تلاتة افتكر معايا السام اهو والمصار ينا برضو معايا يبقى زائد زائد كام خمستاشر اي تلاتة بما ان اتجبت اي تلاتة هتعوض عنها يبقى تبصوا على المعادلة اللي معايا هنا سفر زائد هو انت جايب اي تلاتة يبقى نكتب عشرة اي تو زائد خمستاشر في اتنين على تلاتة بتساوي تلاتة فاضل مين هنا اي اتنين بس يبقى اي اتنين بيساوي كام هكتب له بعد ما تحسبها احسبها انت برحتك تلاتة مع الخمستاشر فيها خمسة اتنين في خمسة وعشرة عشرة هناك بالسالب يبقى سالب سبعة يبقى سالب سبعة من عشرة امبير اشارة السالب مطلوب من سيادتك بس حيطة صغيرة قوي هتقوله الاشارة دي هو الافترضها الاشارة السالبة تعني ان الاتجاه الافتراضي خطأ اللي هو فرضه هو الافتراضي خطأ ما تقولش اكتر من كده طيب هو كان طالب كام طيار تلات طيارات وان تو سري فاضل طيار احنا جبنا مين تلاتة وصلنا مين اي اتنين يبقى فاضل مين اي وان يبقى جيب المعادلة الاولى هقولكو ده اي وان زائد اي اتنين بكام جيبناها سوا زائد ناقص سبعة من عشر دي النتيجة اللي هو صنعنا اي تلاتة كام بكام تلتين اتنين على تلاتة تساوي كام تساوي سفر ومنها اقدر اوصل ان الاي وان حسابات بسيطة على الآلة اي وان هيساوي الناتجنا واحد فاصل تلاتة ستة من عشر امبير واحد ستة بتلاتين من مية امبير كده باتكلم عن تقريبا معظم المحتوى اللي موجود في الفصل الاول لو اتكلمنا عن بعض الاسئلة التانية اللي هي بعض الطالب يقول لي ايه بيجي يقول مثلا لحظة كده نبص مع بعض اذا داني شكل زي ده كده اهو انا بس اوريكي اللي هسألها شكل مكتوبة ازاي بيقول لي في الشكل ده اهو بطارية ونقعد بسيطة وطالب فيها حاجات كتيرة نشوف ما مع بعض عايز مين ار توتل تم ار توتل دي بسيطة بصر الاسمه كده مين المكاومات اللي هنا تلاتة اوم اتنين اوم وفين قومة داخلية هو عايز ار كابتل توتل يبقى ار كابتل توتل دي بتساوي كام اتنين وثلاثة بتدي دي كام ستة اوم ياريت نكون شايفينها ستة اوم ادي الطلب عايز اي هتجيب منين اي اي بيساوي في بي اوسعها شوية ممكن اي بيساوي في بي على ار اللي انت جيبتها توتل زائد ار سمول يعني اي بيساوي في بي كام في الدايرة مقومة داخلية بكام واحد واحد ولا لا احنا جيبنا المقومة دي كام خمسة عفوا خمسة اوم بقى تازل يبقى دي خمسة زائد زائد كام بقى واحد اوم يعني كام عشرة على ستة اكتبت امبير طيب عايز في بتوين اي بي اي بي يعني اي بي النقطة دي اي بي في الدنيا بيساوي اي عف ارها انا جايب اي يعني عشرة على ستة في الار بي كام بي تلاتة تطلع معاك النتيجة تلاتة معاديه اتنين يعني خمسة بولت طب عايز كمان جيبنا في اي بي عايز في بي سي في بتوين بي و سي هي مش كتشوف وكتشوف يحل كل مسائل بي من بي للسي في الرسمة ايه بي سي فيها كام فيها اتنين اوم الاي بي كام اي فار اي جايبينه عشرة على ستة المقاومة دي بكام باتنين يبقى عشرة على تلاتة ونكتب ده فولت خلصنا دي عايز في اي سي من اي لحد السي سهلة جدا في حاجة بقى اقول لك عليها في بتوين خد بالك بس انت عايز من الاي لحد السي وفي هنا نقطة موصلة بالارض كلمة موصلة بالارض يعني ايه يعني الفي بي لازم يساوي زيرو هل هو طلب ده طبعا نطلب قدامك ايه دي بي بتساوي زيرو ليه زيرو بتوصل بالارض اي نقطة توصل جهدها بالارض بتدي زيرو يعني انت انا عدم طيب لما في بي بتساوي زيرو فولت زيرو فولت بقى انت عايز بقى في بتوين من اول الاخر من ايه لحد السي من ايه السي هتساوي في من ايه لبي وده فرق شكرا لأيه ماشي يبقى زائد فرق النقطة الاخيرة بي سي هو انا جبت ده و جبت ده ولا لأ تمام كده ليش يبقى الفي ايه سي بي ساوي في ايه سي انت فكرت في ايه سي يساوي كام من اول نقطة الف هاد نقطة سي يساوي فرق جهد خارجي او لايك بكزا طريقة انت عندك بطارية بطارية بي بي ناقص ايه بقى اي ايه سمول دي طريقة في بي بكام بعشرة ناقص التاربي كام جايبينه احنا عشرة على ستة عشرة على ستة وتضرب في المقامة الداخلية اللي هي بكام واحد قوم اتحلت في اي سي ليها كزا طريقة اه هنا هنا كان في جهد وهنا كان في جهد وهنا صفر في سي اكبر ولا في بي طبعا في سي هتبقى بالسالب ليه لان الطيار بيمر هنا من بي لسي من اعلى للاقل وبي سفر يبقى سي تحت السفر يبقى في سي لوحدها في سي هتساوي هتساوي ايه اي فر بس بالسالب ليه عشان تجي من السفر يبقى في سي تساوي اي بكام عشرة على ستة في كام المكاومة دي بكام باتنين تضربها وتديلك بالسالب هتساوي عشرة على تلاتة وما تنساش السالب بعد اذنك سالب وات طيب تعال نشوف سؤال تاني كده هنشوفه مع بعض ايه تسألني بالطريقة اللي انا اقرها لك بيقول لي استنتج تعريف عملي للقوم مستخدمة من خطرة فيه من الزبك من ساحبته كده اذا علمت المكونة النوعية كده ايه المشكلة فيها سريعا كده استنتج تعريف عملي للقوم خطرة فيه من الزبك مساحته مساحت مقطعه يعني ايه بتساوي واحد ملي متر مربع واحد فيه الملي متر عشرة وصناعة ستة بس مربع يبقى عشرة وصناعة ستة عشان نكتب بيتر تربية كدبت المساحة مقاومة النوعية بتاعته بتساوي ايه تسعة مايش دعو انا بكتب بيانات مسألة ربا مية فاصل زيرو سبع فيه عشرة وصناعة السبعة دي بالقوم فيه متر دي مقاومة نوعية طيب تعريف عملي للقوم اه ازاي تعال نشوف هو المقاومة بتساوي ايه شرط الكسر رؤي مضروبة فيه ال على ايه على ايه يبقى الار بتساوي رؤي مدهالي في القانون تسعة فاصل في المسألة يا اسف ربا مية وسبعة في عشرة وصناعة السبعة الطول الله اعلم بيه الله اعلم بيه اه ال ما قالش عاجة علم ساحة عشرة وصناعة الستة مهي مضروبة في واحد كدبتها على طول يبقى الار دي لما حسبها الار هتساوي قيمة مضروبة في ال هو بيقولك تعريف القوم هيطلع الطول هيطلع الطول معاك وتقوله تعريف القوم هو طول عمود منزبك هيبقى معاك في الحسابات واحد فاصل ستة من عشرة من المتر ده الطول اللي هيطلع معاك لما قال لي ده قوم يعني واحد في علفة القل يبقى تعريف القوم هو مقاومة عمود منزبك طوله واحد واحد خلي بالك واحد متر وستة من عشرة مترا او مية وستة سنتي من ازاي بقى تعال نشوف مع بعض كده برضو من بعض الاسئلة سلك مقاومته مية اوم كم تكون مكومة سلك من نفس المادة السلك الاول ازاي هتعامل مع المسائلة دي ازاي بيقول لي سلك مكومته 200 اوم يعني ار بتساوي متين اوم نتخلف شفنا حاجات زي كده كم تكون مكومة سلك من نفس المادة يبقى فاصل من نفس المادة يعني رو اي الاول بيساوي رو اي التاني طوله طوله ضعف طول السلك الاول يعني L2 بيساوي 2 من الاول مساحته الهائد ده مستطر يعود على السلك التاني مساحته ليه الايه التاني ما له بقى بيساوي ضعف مساحت السلك الاول طب وايز ايه البداية بتاعت المسألة ايه سلك مقومته كده كم تكون مقومة السلك من نفسه يعني عايز ال R التانية تساوي علامة استفاد ترجمنا السؤال مع بعض لما اجا جاوب هجاوب ازاي مع بعض كده انت عندك قانون R بتساوي ايه اه اديمه وكلنا عارفنا ولكن R1 على R2 هتساوي بالقانون رو E1 على رو E2 راحت مع بعضها يبقى قول L1 على L2 مساحته التانية على المساحته الاولى هيقى بتساوي على طول L1 هكتب L1 L2 بيساوي 2 من L1 حط 2 L1 فضل المساحت المساحت التانية نطلع فوق بتساوي 2 من A1 على ال A1 وهو الريج بالقانون الأحمر انت هتشتب ايه هتستعمل ازاي L1 راحت A1 راحت اللي يتبقى معايا من المعادلة كلها فوق كام 2 تحت كام 2 طيرنا واحد على واحد المقاومة الاولى كان بـ 200 يبقى المقاومة التانية تحت تساوي 200 اوم 200 اوم اعتقد برضو سهلة مش هنغلط في الاسئلة او المسائلة اللي زي دي ولكن تعالوا معايا كده نشوف بعض اسئلة تانية زي اللي هقولك عليها مثلا شوف معايا كده مثلا اما يجي يقول لي جالفانويتر مقاومة ملف ور جالفانويتر مقاومة ملفه كام ار مقاومة مجزة التيار التي تجعل حسية له تقيل الربع من ديني اجابات اربع اجابات ده بيقول لي اختار من بين الاقواص هتعامل ازاي مع المسألة زي دي الجالفانويتر مقاومة ملفه يعني الار جي بتساوي ار انا كتبت المضمون مقاومة مجزة التيار يعني هو عايز مجزة التيار رمز مجزة التيار ار اس بتساوي ما قالش فاصل علامة استفال اللي بتعمل ايه تجعل الحساسية ايه للربع حساسية مين هو طالما قال ار اس يبدأ حساسية اميتر الجهاز ده اسمه اميتر حساسية اميتر اللي هي ترقتين بفكرك اما اي جي على اي يقام نقول ار اس على ار اس زائد ار جي بجاوب ازاي انت تفكر هو بيتكلم على مقاومات هنا ولا طائرات مقاومات يبقى تاخد الجزء بتاع المقاومات وقال لي الحساسية دي تقل لقدي نرجع للسؤال الى الربع يعني ايه على الربع يعني واحد على اربع تساوي ار اس ار اس ار جي هو مديني مين هنا بيقولني ان ار جي دي بتساوي ار نكتب كده ار اس على ار اس زائد ار بسيطة طرفين فواسطين اربع ار اس اربع ار اس تساوي ار اس زائد ار في واحد يعني ار اس زائد ار تودي الار اس انها التانية باكس اشارة يبقى تلاتة ار اس تساوي ار ار جي عن رأس سوال عايز ار اس انا عايز دي الواحدة يبقى ار اس تساوي ار على تلاتة يبقى دي جابة بتاعتك خلصت هو انا يا مستر لما يديني اختيار زي كده هقعد اعمل ده اه طبعا موسيطتك عندك مسودة الغرض من المسودة دي تجرب بالرصاص تجرب بيجاف براحتك وانسعت نسيحة المسودة دي لما تكتب فيها حاجة مسودة قول بس انا بتكلم على اجابة السؤال رقم كان وبتحلها اجابة السؤال التالت رقم خمس وعبين رقم واحد براحتك ليه انت تعرف ليه عشان هو كمان بيراعي يبص على المسودة بيقول لي في حتة تانية كده السؤال ده نشوف كده معين نقرأ سوا بيقول ايه اذا كانت المقاومة المجهولة المقاصة بوسطة اوم ميتر ضع في المقاومة الكلية للجهاز فانه مقاشر الجهاز اعرف الى. الى ايه? تاني يا امر. انا هاخد وعلمك تاني. ازاي تاخد معطياتك عشان مختارش عشوائي. المقاومة المجهولة. رمز المقاومة المجهولة. كلنا عارفين المجهولة. يعني ار اكس. المقاسة بواسطة اوم ميتر داف المقاومة الكلية. داف يعني ايه داف? يعني الساوي. داف اتنين من ار. يعني خليها شرطة لل اوم ميتر. دي بتاعة ال اوم ميتر ككل. طيب. انا خدت المعطب. عايز مؤشر الجهاز ينحنف اليه. يعني عايز الايه التاني. الايه التاني يساوي. قدي ايه? قدي ايه دي معرفهاش. هي نسبة. انت بتتعامل الاختيار اجابة من الاقاس. اكس دي النسبة. في مين بقى? اي وان. اي وان. طيب. ببساطة كده. هعلمك تامي الحاجة هنا في ال اوم ميتر بالزيت. اي من اوم علمنا نقول البطارية. هي دي اتنين ولا واحد? اتنين. بل مقاومة توتل. يعني توتل? يعني الار شرطة زائد الار اكس اللي دخلها مع الجهاز على التوالي. بتساوي. اكس بنش دعوة بيها. معرفهاش لسه. اكس ايه? في اي وان يعني مين? اي وان اللي هي عبارة عن دي بيه? على وان. قبل القياس كانت اسمها معينة. هشطب بي بي. يبقى معي ايه? بالمعادلة كده? طرفين فرستين. تميلي بقى. اكس المجهول. مضروبه في القوس اللي هو ايه? ار شرطة زائد ار اكس. انا بتكلم رياضي هون? تساوي ار داش. او ار شرطة. خلي بالك. هو انت عيل فوق ار اكس تساوي كام? اتنين ار داش. يبقى الاكس المجهول اللي هي النسبة. ار داش زائد. زائد كام? اتنين ار داش. انا بنافس قانون. انا بنافس معطيات. بتساوي ار داش. مش كده? حلو اقول. انا كده اقدر اقول لك. انا مش بتقول عليك برضو. بقول لك ازاي تضمن اجابة سؤال لو انت مش عارفوه. او لو انت مش ضموه. الاكس تساوي ايه? الاكس الوحدة اللي انا عايزها تساوي بيهد على مين? ار شرطة. على مين هنا? ار شرطة داشت اتنين ار شرطة يعني تلاتة ار شرطة. لما تشطب هتديني ايه? تلت. ايه ده? ده تلت ايه? تلت تدريج. يبقى الاجابة الصحيحة في السؤال. السؤال لما نلجع كده. كم اديني نص وتلت وربع. يبقى الاجابة الصحيحة انا عرفتها وتمنت على طريقة ايجابة الاوم متر من غير ما نلجأ الى التوتر. طيب. تعالي نشوف حيثها تانية كده. اه الاسمة دي او السؤال ده بيقولين. اذا مرة طيار كرابي كان ما هو موضع بالشكل. وكانت البي سي يوصد ايه السي? البي عند السنتر يعني. كسفت في ده عند مركز القطعة اللي هي نص دايرة دي. بتساوي قيمة. شكرا. بيقولي ايه سيب طيار. حضرتك تبص للشكل. مديني هنا اربعة سنتي. اه يعني ايه اربعة سنتي? يعني نص قطر القطعة المكوسة بس. اخدها. واكتبها قدامك كده بتساوي. وكاتب اربعة سنتي. يبقى اتنين سنتي. وشكتب اتنين سنتي يعني اتب اتنين من مية بعد التحويل. متر. خدت مقطع. وقال ان البي توتل عند المركز او عند السنتر. بتساوي اربعة. فاصل اتنين خمسة. فيه عشرة سنة ستة تسلا. دي جميل? عايز قيمة الطيار المار في الشكل. عايز اي. طب تعالى نتشتغل فيها ونشوفها تيجز ازاي. عفوا. اولا ايه القانون اللي في المنهج اللي لم دول مع بعض. مش كده? طبعا كلنا عارفين. القانون اللي انا عارفه وانت عارفه. بي. بساوي. ميو. نفازية. از كان هو هحط زيرو. في اي. في ان. على مين? على اتنين ار. مش ده ملاف دائري? زي ما هو موضع في الشكل. طب ميو داش. هيديه لك في مسألة. عارفنا كلنا. البيم الدهالي. هكتب كده قدامك. اربعة فاصل اتنين خمسة. في عشرة سنة بستة. هتساوي ميو داش. اللي هي غالبا. اربعة باي. في عشرة السنة السبعة. في اي. الله اعلم بيها كم? مش عارفها لسه. لسه ما كملتش المعادلة كلها. الان. هرجع معاك للشكل. ما نتلعبطش ابدا. كم لفة دي? لفة ولا اتنين ولا عشرة ولا? او. جزء من لفة. مش لفة كاملة. نص لفة. نص لفة. يبقى تضرب هنا في نص. نص يعني خمسة من عشرة او واحدة لاتنين. ايا كان. اتنين بكمل القانون والعلاقة. الارمي الدهالي اتنين من مية. اعتقد كده كلنا نقدر نجيبها. بسهولة. يبقى كده عندك مين? اي. هتحسبها البيضة القريب. او ده. اللي هو اربعة فاصل اتنين خمسة. في عشرة اصنق الستة. في اتنين. في اتنين من مية. الموضوع سهل جدا. هتحسب على الباقي. اربعة باي. في عشرة اصنق السبعة. في النص ما تنسوش. اللي يطلع نكتبها. نحسبها. بس ضروري نهد الوحدة بتاعتها. بالانبير. يبقى المسألة سهلة ما فيهاش مشاي. ام. تشوف كده عينة تانية من مسأل. جالفانو متر مقومته اربعة وخمسين اوم. ازا وصل بمجازة الطيار. ار اس. بيموله في جالفانو واحد من عشر مطاير كله. لابد ناخد هنا. بلنا من الكلام. انا دايما باكد اراية السؤال علشان الكلام اللي زي كده. عايزين نترجم مع بعض القطع دي. بيقول ايه? تاني نعراها. جالفانو متر مقومته? مقومته? ضمير مستاذة دي يوضع الجالفانو. جالفانو يعني جي. يبقى الار جي بيساوي. هو الار وخمسين اوم. اهي. ازا وصل. ازا وصل بمجازة للطيار. ار اس. بيساوي. ما قالش. ما قالش حاجة عنها. هو عايزها. بيمر في الجالفانو. خلي بالك من الكلام بقى. يمر في الجالفانو متر. واحد من عشرة من الطيار كله. اكتبها زي ما هي. يمر في الجالفانو متر يعني اي جي بيساوي. واحد من عشرة. ايه? تاني. من اي كلي. يعني اي توتل. نتعلم على دي. نقف عندي دي. وهو عايز ار اس. ايه ده? طب يا مستو بس انا ما فيهش اللي موطيين دول بس. وعايز ار اس. اه طبعا. حبيبي حط القانون متاعك. القانون فين? القانون اللي انت عارفو. ار اس. بتساوي. هو احنا هنكتب القانون. عشان هناخد عليه الدرجات. بساوي اي جي في ار جي على اي ماقص اي جي. كتابة القانون. تعال لان نعوض. هو انا عارف دي? لا ده هو عايزها. اكتب معي ار اس. بتساوي. شرط اللي موجود في المواطعات زي ما هو. ايه بقى الاي جي? واحد من عشرة? من الاي توتل. هو السيادة تكتبع في الاي توتل? لا. ولا انا. ما ما عارفوش. اكتب اي توتل. مضروف في مين حضرتك? اربعة وخمسين. اربعة وخمسين ده الار جي? طيب انزل تحت. اي توتل. ناقص. اي جي? ان احنا علمنا. عارفنا. واحد من عشرة من الاي توتل. الله. اعتكت كده الحكاية بانت. ايه اللي بان فيها? هو انت عندك اي فوق. طيب. وهنا. لو اتقلنا ده كوس. لو خبنا اي عام مشترك. هيبقى برا هنا اي. وفوق اي. خلصتها لك ايه? واحد من عشرة باربعة وخمسين يعني خمسة بفاصرة ربعة. تحت. هيبقى واحد ناقص واحد من عشرة. كمل. هو الاي دي تتشطب ولا ما تتشطبشي? الحمد لله. يبقى فوق خمسة بفاصرة ربعة. واحد ناقص واحد من عشرة تديني تسعة من عشرة. ايه سيم انت بقى? اعتقد كلنا عارفنا. اه اه خمسة فاصرة ربعة على تسعة. كم في دين? تديني? هتديني خمسة اوم. انت معك الا? اتاكد من حسابات. مش ضروري. ولكن لازم نتعلم ازاي? نفك. نفيش حاجة في الفيزية سعبة. طبعا كل الطلبة عارفين ما جيبتش سيرة زي ما قلت في بداية الحلقة ما وزيفة? علل. ما العوامل? الاسئلة الكتير اللي هي اكتنوا سلحة. ماذا يعني? هو في اسئلة كتير سهلة. انا بس مش عايز اضيع وقت في البرنامج. في حاجات سهلة. وبعدين انا عايز اوفر عليك الاسئلة اللي انت عبتفكر فيها. اما الباقي انا مش عايز اخد سهم او النشان ونقول انه فلان كان بيراجع ده الامتحان زي ما هو قاله. لأ مش عايز دي. انا عايز اقف معاك انت ونشوف ايه الصعوبات اللي بتقف في طريقك. عشان كده انا ممكن ااجل انا في اسئلة كتير في كم كبير. ولكن عايز اعلمك ازاي تقف على كل شؤال او مسألة وازاي تجاوبه. هو ده. طيب. ام. هقف فينا عند سؤال زي ده. مسلا. عشان ما نقولش ايه انا بجيب حاجات وحاجات لأ. ماذا يعني ان كسافة الفيض المناطيسي عند نقطة تساوي اربعة من عشر تسلا. تمام? اكتبالك تاني. هو بيقول كسافة الفيض عند نقطة بتساوي رقم. اشوف الرقم تاني كده. زيرو بوينت اربعة تسلا. عايز ايه? مضمون السؤال بتاع حضرته. بيقول لي. ماذا? يعني. الله? ماذا يعني? البي دي بتيجي من كام علاقة في الفصل التاني. هقوليك كده بي بتيجي ازاي? بي بتساوي. فاي. على ايه? ايه دي معايا كمان سين سيتا? هحط لك القانون. طب هدي القانون. اه مرة تانية بأكد عليك انا بقول لك ازاي تجاوبها. في حلول كتيرة. في عندنا الحل والحل الاخر. وحل اخر. وحل المنهج بتاعك مفتوح. طيب. بي كمان بتساوي بقانون تاني اف على ايه. ال سين سيتا. هو ده مش قانون. اللي هو اف بتساوي بي ايه. ايه ايه ال سين سيتا. انا جبتلك بشاب لابة البي. في كمان بيه بتساوي من المنهج. بتساوي ايه? تاو على اي ايه ان سين سيتا. يا سلام. ده انت ممكن تكتب انا كمان تاو على مين اي اي ان ام دي عزم سنوات كدب. مضروب فيه ساين سيتا. ايه ده? كتير. كتير جدا. انت اختار? مش عايز بتختار. ام. ده فيه تاني. كتير. ده من عندك حلو كتيرة. نمسك ديه. لو عايز اجاوب من انا. هقول له ايه? ده اربعة من عشرة. بتساوي فائد. مش عارف كمته كم. بس بالوبر. مساحية الملف. ما عارفش كم. شوف انت هتقول لي ايه? في ساين كم? هسيبها فاضية واستناك. انا عايز النتيجة بتاعت الطرف الايمن ده كله يطلع لي اربعة من عشرة. بس خلي بالك. اربعة من عشرة دي كان مكتوب جنبها تسلا. انا هتطول عندي دي عشان من الله تشوف ماذا يعني? واعلمك نجاوبها ازاي? مين اللي انا? ايه رأيك لو انا خليت الرقم ده عشان اسهل على نفسي? اربعة من عشرة اكتبها زي ما هي اربعة من عشرة. بس اربعة من عشرة ايه? وبر. يبقى اربعة من عشرة على كام? عشان تبدي اربعة من عشرة. ده. لازم الايه يساوي واحد. واحد ايه? واحد متر تربيع. يبقى سين كاما عشان تبديها واحد ايه كمان? ده اللي ناقص بقى. هنرى فيها ازاي? طبعا سين سين. لما اجي بقى اتكلم هقولها ازاي? هقوله كده. هقوله انه اي ان الفيد الماناتيسي. الفيد الماناتيسي. المار عموديا. المار عموديا على مساحة قدرها واحد متر مربع. يساوي هيساوي كام? اكتب كده اربعة من عشرة ارجع بقى. انت بتتكلم عن الفيد يبقى تحط اربعة من عشرة ايه? ويبر. ما تغلطش في تسلا. ويبر. انا بتكلم على ويبر. ويبر. تمام? تمام. ده موضوع اللي هو ماذا يعني قولنا بان? هو الحقيقة وقت البرنامج بس لا يسمح لكن هتكلم معكم في حتة بسيطة قوي واحتمال الموجز السريع في هذا التوقيت يفيدك. لما نتكلم في الفصل الرابع برضو كمان. الفصل الرابع ده اللي هو المكسف. الملف. مقاملة عمية. دايرة رانين. دايرة مهتزة. ضروري. يتكلم معاك مباشر في امتحان. طبعا ما العوامل والقوانين عندكم. بس افرد انا سألتك قلتلك. يعني ايه دايرة رانين? دايرة رانين دي عندك البيت. المولف تاعة الراديو والتلفزيون والموبايل والفون كل ده. دايرة رانين لازي يكون فيها الايه? اكس سي بيساوي اكس ال ركز انا بقولك ايه وبسرعة شافع ايه? عشان الوقت لا يسمح. لو اكس سي بيساوي الاكس ال. يعني الافة يساوي واحد على اتنين باي اه اه ال سي. يبقى التردد يتناسب او يتوقف على عوامله. معامل حس الزيتي الملف اللي كاننا فيها النهاردة في الحلقة. اه كمان الساعة المكسف. طب التردد دا في داية تردد دي توقف على الدينمو. طب ازاي? معقول اقولك انا. ازا التردد بتاع الدائرة اتفق مع الدينمو المصدر يبقى الدائرة دي جهزة. الدائرة دي منساجمة. الدائرة دي في حيات رانين. اي تستخدم في دوائل التوليف. والاتصال. للرسال. والاستقبال. طيب. اه الحتة المهمة برضو لايز اقولك اللي قبل ما اني معك. في الفيزة الحديثة اه النقطة المهمة طبعا كونتون. لازم نركز الى كونتون بيقول ايه? والحكاية بتاعت الطبيعة النوجية والطبيعة الجسامية اللي قالها كونتون. لما الالكترون يكون ساكن. ويخبط في الالكترون دا ضوء. نركز كده. الدوء ده بقى عن فطون. ما كناش نعرف ان الفطون ده جسم. خليك فاكر. الفطون ما ينزل. يعني الدوء ننزل على الالكترون والالكترون في الزرة موقعه في مستوى معين. الدوء نزل على الالكترون. الالكترون ايه? اتحرك من مستوى المستوى تاني. يبقى كترون اتحرك. وانا عافل الكترون ده كتلة. يبقى كترون خد سرعة جديدة. غير حاجات كتير عنده. غير الفطون كان جسم. يعني له طبيعة جسيمية. نؤكد. يبقى كنتم بنشكره ونقول انت اثبت ان الفطون له كتلة. اقدر بالمعادلة ببساطة كده بنقول. الالكترون لما مشي سرق جزء من الطاقة اللي جات له. مين الطاقة اللي جات له دي? ما هي دي طاقة الفطون. دي طاقة موجية. يبقى مواصفات الضوء. والضوء عبرها موجات. يبقى الالكترون دي مواصفات جديدة على ما انا عارفه. يبقى ليه طبيعة جديدة اسمها طبيعة موجية. يبقى الالكترون له مواصفات اسمها ايه? جسيمية موجية. والفطون موجية جسيمية. الاصل بتاعه او جنسية بتاعته. اه مننساش. التحكم في عصابك. هو التحكم في قوانين الفيزية. التحكم في التوقيت والترتيب. مرة تانية. لا امل. بل اؤكد لجميع طلابي. حبيبنا. اوعا تنسى. تحلم تعنات. وبعدنا تخلص كتاب الوزارة. خلصت الدول. سيب الورقة. سيب الالم. وانا اللي بقول لك. وسيب العصاب. وسيب التليفونات. ولا تتصل باي طالب ايا كان. ولا تقول انا عملت ايه? ان شاء الله. اقول يا رب. اللي انا عملته. وفيني حق. ان الله لا يضيع اجرمت احسن عمل. صادق الله العظيم. ونحن معكم. وباستفساراتكم. وتليفوناتكم. ورسيلكم. وتحت امركم. ومرة اخيرة. بتمنى لكم التوفيق. والتفوق. ان شاء الله. من كل قلبي. كما انقل لكم. تمانيات قسرة البرنامج جميعا. وقسرة الاهرام. وقسرة القناة. تتمنى لكم جميعا. التفوق. باذن الله. ولكم مني. كل التمانيات الطيبة. ان شاء الله. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.